في حمص ضبطت الجهات المختصة كميات من الأسلحة الرشاشة والصواريخ الحرارية والذخيرة في أحد أوكار إرهابيين من النصرة بالقرب من مؤسسة التبغ بالحي الأوسط في مدينة تلكلخ وشملت الأسلحة المضبوطة مدفع هاون عيار 80 مليمتر و22 قذيفة هاون و6 بنادق حربية آلية ورشاش بكيسي وقناصة و6 صواريخ حرارية وقاعدة لإطلاق الصواريخ وصواعق وكمية متنوعة من الذخيرة ولغما مصنوعا يدويا وجعبا عسكرية إضافة إلى سيارة بيك أب موشومة بسم ما يسمى سرايا النور